نحن نستحق كذلك بصراحة تأكيدا على النقطة التي تتكلم فيها فعلا أنهنا أكيد لما بتتكلم على أو بنوثني على وجود عناصر متعددة من النادي الأهلي ضمن القوام الرئيسي للمنتخب الوطني أكيد فعلا ده لا يقلل بأي حال من الأحوال من شأن أي لعب آخر بينتمل أي فريق آخر غير النادي الأهلي لما بيكون فيه ماتش المنتخب مصر ولعيد مثلا من الزمالك في المنتخب بيسجل هدف يعني ما الدنيا كلها بتفرح المصريين كلهم بيفرحوا ودي الحاجة الطبيعية اللي المفروض تكون حصلة ما بيننا كلنا كمشجعين لجمع الأندية المختلفة في النهاية الأمر بنتكلم عن منتخب وطني منتخب مصر أنت فاكر منتخب اليد والبطولة اللي كانت في مصر ولما كنا بنتكلم عن اللعيبة ككله كنا بنتكلم إحنا كنا طالعين نشكر في أحمد الأحمر لاعب تقيل لاعب كبير أثر بشكل كبير مع المنتخب لا لا ما فيش الكلام ده أو عندنا على الأقل خلينا نقولها يعني الناس اللي دايما تتحدث بمنطقية الناس اللي دايما تتحدث بفكر فيه فعلا روح رياضية هو ده اللي بيتكلم به في الآخر ومش بس ان احنا بنشجع احنا بنشيد ده فعلا يعني أنا كنت بقولك أحمد الأحمد ده على سوية المثال لكن ديف على ده كل الأمثلة اللي ممكن تكون موجودة من أندية أخرى يعني منافسة في رياضات كلها مليون في المئة بقى أبو جبل قبل كده مليون في المئة بشكلام ده خالص كمان بعيدا بقى عن الحالة المعنوية والفنية للعبي النادي الأهلي خلونا نتكلم شوي عن فرص منتخب مصر بالتأهل الرسمي عن صدارة المجموعة طبعا احنا عندنا حتى هذه اللحظة تسع نقاط من ثلاث انتصارات على غينيا في القاهرة بهدف مصطفى محمد وعلى ملاوي في القاهرة بهدفين لمرموش والصلاح وعلى ملاوي أيضا خارج الديار بربعية وطبعا خسرنا مباراة وحيدة أمام إثيوبيا في أديسة بابا واللي كانت لها طبعا مواقعة شهيرة جدا وهي إقارة الجهاز الفني بقيادة كابتن إيهاب جلال ليلة الخسارة وبعدها مباشرة تولى مستر روي فيتوريا القيادة الفنية طبعا منتخب غينيا عنده نفس عدد النقاط ولو انتهت المباراة بالتعادل حيتأهل مصر غينيا لبطولة أمم إفريقيا لكن إحنا عندنا دوافع كبيرة جدا في الفوز لأكتر من سبب الحقيقة أهمها التجهيز بشكل جيد لنهائيات البطولة في مطلع العام القادم ده طبعا غير التجهيز يعني بسجل أكتر جدية لنهائيات كأس العالم يعني اللي جاية إن شاء الله والتصفيات اللي هتبدأ في العام الحالي بس فكرتنا أنت بأيام برضو لما جيت سيرة كابتن إيهاب جلال إحنا يمكن شاهدنا بجد فترة كانت صعبة جدا الفترة اللي فاتت من كتر الأسماء اللي عدت على المنتخب من كتر التذبدب اللي كان موجود يا كريم عدم الاستقرار اللي أثر بالتالي على أداء الفريق أو المنتخب يعني بشكل كبير جدا وأثر علينا كجماهير كمان إن إحنا أصبح عندنا يعني مش بس سألة أصبح عندنا حزن هو إيه اللي بيحصل ده دي نقطة النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها برضو يا كريم نتمنى يكون فيه استقرار شوية مش معنى مثلا إحنا لسه ما نعرفش إيه اللي حيحصل بس لو روي فيتوريا جي لعب ماتش اتنين حلوين وبعدين لعب ماتش اتنين وحشين ما نجيش في الحلوين نقول أيوة أعظم مدرب جيل منتخب وبعدين لا ده أوحش مدرب جيل منتخب أقلوه الفكرة القرارات اللي فيها انفعالية نتجه عن بعض العاطفة اللي هي بتبقى زايدة ده غلط جدا وده ما ينفعش في كرة القدم تماما لو جيت انت قارنت نفسك بالعالم ما فيش حاجة اسمها كده أبدا ما فيش حد بيتم إقالته من منتخب أو من فريق عالميا علشان مباركة حلوة أو مباركة وحشة احنا يجب أن ننتظر والراجل ده جاي على هذا الأساس والعقد بتاعه بيقول كده ما فيش إقالة بالمناسبة وده كان أحد الأسباب اللي لازم تكون موجودة عشان تديته معنينة واستقرار في الفترة اللي جاي للمنتخب وليه هو نفسه تخيل مدير فني يدم استقطابه سواء محلي أو أجنبي وبعد كده يجي على أساس إيه اللي هو بيسمعه إن أنا لو لعبت مطشين وحشين لو خسرت مش عارف إيه أنا هيتم إقالتي هو مش حيدي أفضل ما عنده الاستقرار والشعور بالأمان أفضل شيء يخليك بعد كده تنتج صح فنتمنى يكون بس فيه عقل آنية شوية من الجماهير ومننا إحنا كمان دي طبيعة البعض من الجماهير عندهم توجهوا عام كده أن هما يحسبوا المدير الفني سواء للفريق أو للمنتخب بالقطع وطبعا ما فيش أي منطق في كده لمليون سبب والمليون اعتبار أكيد النهاردة مش وقته نتكلم في التفصيلة دي بس أكيد بالمنطق ما ينفعش نتحاسب معاي مدير فني بالقطع احنا بنتابع مشواره وبنشوف حجم التطور اللي حصل في الفريق حجم التطور اللي حصل في أداء ومستويات اللعيبة بشكل عام حاجات كتير أوي بناء عليها بيتاخد حتى مش هقول لكم القرار الانطباع بإن هذا الرجل هو الرجل المناسب في المكان المناسب ولا لأ بالضبط هو كده كده هيحاسب في الأول وفي الآخر يعني هيبقى فيه وحسبا عايزين نقول على كل حال كل التوفيق للعيبة ينتخب مصر طبعا عندنا زي ما كنا من الكلام أنا وكريم عناصر مميزة جدا يعني أعتقد أن هي تقدر أن هي تحقق التوجه المناسب بقيادة طبعا يعني محمد صلاح عندك نجوم طبعا الأهلي وعندك النجوم المحترفين منهم مصطفى محمد شريزيجي عمر مرموش يعني أسماء كبيرة وأسماء كلها متقلقة في الأندية بتاعتها ونجوم كمان بقي الأندية كل التوفيق للجهاز الفني وإن شاء الله نحقق مكتب يعني يحسم أمور كثيرة جدا وفي وقتها زي ما بيتقال وأكيد برضو الدفعة المعنوية اللي احنا منتكلم عنها وفكرة الانتصار اللي لسه موجود تحديدا عند لعيب النادي الأهلي أعتقد هتعكس يعني بشكل كبير جدا على باقي اللعيبة روح معنوية مرتفعة يعني دفعة ثقة كل ده ممكن يكون موجود فإن شاء الله كل التوفيق ليهم وحنرجع نقول تاني ننتظر وبإذن الله يكون في اختلاف يعني هذا الموسم لأن نستحق جماهير مصرية تستحق أنها تشوف المنتخب بتاعها بجد بينافس واش بننافس ذاتي بنقول يعني على المستوى العالمي فقط احنا نتمنى أن احنا ننافس بعض الدول اللي كانت يعني مترجع عنك بشكل كبير جدا في الأرقام وفي الأداء وفي منظومة القرى لكن دلوقتي يا سبقاك للأسف الشديد لازم جماهير ومحبي المنتخب المصري يرتاحوا بقى شوية إن شاء الله يعني يشوفوا الحاجة اللي تطمنهم وتريحهم ولا سيما أن هم صبروا لفترات زمنية مش قصيرة بالمرة على حال المنتخب اللي كان يتقال عليه مترضي يعني في أوقات معينة واللي كان لا يتماشى بالمرة مع فكرة إن احنا بنتكلم على منتخب مصر منتخب مصر اللي طول عمره ليه شنه ورنه وليه يعني يقول كبير جدا وليه ثقله فإن شاء الله ترجع على أيام الحلوة دي مرة ثانية بالمناسبة